عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل حول العدالة الثقافية وأليات تعزيزها ذلك في إطار المحاول الأربعة لمبادرة العدالة الثقافية والتي تعمل عليها تنسيقية وهي محور الأمية وقصور الثقافة ومكافحة الإدمان والتعاطي والأطفال بلا مأوى وخرجت الورشة بعدد من التوصيات تضمنت أعداد خطة استراتيجية عامة للعمل على التوعية الثقافية وذلك وفقا للأليات المحددة وقدول زمني بقالب تعميم فكرة تضاهي سائة الصاوي داخل محافظات الجمهورية والجامعات المصرية ومراكز الشباب وإنشاء منصة إلكترونية ثقافية لذوي الهمم تهدف إلى رفع الوعي وتحقيق عائد اقتصادي لهم من خلال التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم المختلفة بالإضافة إلى إحياء مسارح قصور ثقافة المتنقلة والتوسع في إنشاء المصحات العلاقية للمدمنين لتشمل كافة محافظات الجمهورية ترجمة نانسي قنقر